اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسأله ولن تسوقه. تعالوا نسمع مع بعض ونشوف سؤال الحلقة. من يؤمن بالمسيح ايمانا كاملا اذا شرب السم لا يضره؟ طب ما توررونا كده؟ اولا عشان نفهم النص لازم نشوف سياق النص كله مش ناخد جزء منه فالنص جه في ارسالية المسيح للتلاميذ للكرازة بيه في كل العالم والنص بيقول وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن وهذه الايات تتبع المؤمنين خدوا بالكم يخرجون الشياطين باسمه ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وبعدين يقول وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون فمن ناحية الايات دي كانت موجهة بشكل رئيسي للعصر الرسولي ومعظم الايات دي حصلت بالفعل في بداية الكنيسة وارجع لسفر الاعمال وحصلت عشان تأكد صحة الرسالة اللي بينادي بيها اتباع المسيح وقبل ما الكتاب المقدس يكون اكتمل وخلص من ناحية تانية حصل فعلا وانقذ الله رجاله من الموت مرات عديدة ومش لازم سم وان كان ممكن يكون حصل برضو زي دانيال في جب الاسود الفتية التلاتة في اتون النار بطرس وبولس وكتير من ناحية تالتة ما ينفعش اجرب الله وحطه في موقع التجربة يعني لما جي الشيطان وقال للمسيح ارمي نفسك من فوق الجبل ومكتوب هو يحفظك خلي بالك الشيطان بيستشب بالمكتوب رد عليه المسيح وقال له مكتوب برضو لا تجرب الرب الهك فما ينفعش ارمي نفسي في التهلكة بنفسي واقول الله انقذني لكن لو حصل واتعرض المؤمن لاضطهاد من النوع ده ممكن الله يتدخل وانقذه وممكن لقى برضو بطرس ويعقوب دخله السجن واحد خرج بمعجزة والتاني اتقطعت رقابته عزيز المشاهد فكر كويس في اللي قلناه وادرسه كويس وبعت لنا اي سؤال مهما كان عشان برنامجنا اسمه اسأله ولا انتسقه